سلفيتي قاربنا على إنهاء حالات الاسم في اللاتينية أكثر حالة يجدها متعلمون لاتينية صعبة هي حالة جينيتيفوس رغم أنك ستكتشف سهولتها مع هذا الفيديو جينيتيفوس يشبه حالة المضاف إليه أو الملكية في العربية وفي الإنجليزية يشبه الاسم الذي يأتي بعد حرف الجر أوف أو بعد إس الملكية وفي الفرنسية يشبه دو 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 لا أو دي وبعدها الاسم عليك الانتباه إلى أننا نتحدث عن اسمين يلحقان بعضهما البعض الاسم الثاني سيكون في حالة جينيتيفوس مثال على ذلك ليبر بويري ليبر وهو اسم ويعني كتاب وبوير وهو اسم ويعني ولد وحين أريد التعبير عن فكرة أن الكتاب للولد أو أن الولد يملك كتاب استعمل المضاف والمضاف إليه في العربية كتاب الولد الولد في هذه الحالة هو المضاف إليه ويقابل حالة جينيتيفوس في اللاتينية لذلك أضفت له علامة الأعراب بويري الشيء ذاته في الإنجليزية لدي حرف الجر أوف قبله اسم وبعده اسم للدلالة على الملكية The book of the boy الذي يملك الكتاب هو من يأتي بعد أوف The boy وفي الفرنسية لدي حرف الجر دو قبله اسم وبعده اسم والذي يملك الكتاب هو من يأتي بعد دو وهو لتحديد علامة الإعراب التي ينتهي بها جينيتيفوس اسأل نفسك هل الاسم الثاني من المجموعة الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة أم الخامسة بعدها حدد إن كان مفرد أو جمع وستكون النهايات حسب الجدول التالي ثم أنك ستجد في الأمثلة اللاحقة أنني وضعت نهاية جينيتيفوس بنفس اللون في هذا الجدول وحسب المجموعات سنأتي الآن على حالات جينيتيفوس وسأضع لك الجملة في اللغة اللاتينية والترجمة في العربية والإنجليزية والفرنسية لتوضيح الفكرة أشهر استعمال لجينيتيفوس هو للدلالة على الملكية في الإنجليزية بوسيسيف وفي الفرنسية بوسيسيف وهي الحالة التي شرحتها الآن مع جملة كتاب الولد حيث بوير من المجموعة الثانية لذا أصبحت في حالة جينيتيفوس لو جمعت كلمة بوير ولنت حسب قواعد الجمع التي درسناها سابقا سيصبح بويري أولاد وقد تلاحظ تطابقا بين الجمع وبين نهاية اللسم في حالة جينيتيفوس وحين نقول كتاب الأولاد تتغير نهاية بويري لأنها أصبحت جمع فتصبح الجملة كتاب الأولاد لنأخذ اسم من المجموعة الأولى وهي مفرد فتصبح حسب جدول نهايات الأعراب لنجمع كلمة بويرل فتصبح بويرل وأيضا تتطابق مع حالة جينيتيفوس في المثال السابق وحين نقول كتاب البنات تتغير النهاية فتصبح مع المثال التالي سأضيف بعض الملاحظات لنأخذ كلمة مثل أغريكولا مزارع وهي مفردة ومن المجموعة الأولى لو أردت القول منزل المزارع ستصبح كاسة أغريكولاي الملحوظة التي أصبح كاسة أغريكولاي أود إضافتها بدءا من هذا المثال أن إعراب الاسم الأول يكون حسب موقعه في الجملة مثلا كاسة هنا جاءت مبتدأ نوميناتيبوس لذلك لم نضف إليه أي نهايات بينما في الجملة التالية لوكس تعني ضوء وهي من المجموعة الثالثة وجاءت مفرول به أكوساتيبوس فتغيرت نهايتها إلى لوكيم والفاعل أنا وعرفته من خلال تصريف الفاعل فأصبح فيديو أي أنا أرى وحين أضيف الشمس إلى الضوء ستنتهي كلمة شمس سول وهي مفردة من المجموعة الثالثة بي اس حسب جدول العراب فتصبح الجملة لوكيم سوليس فيديو أرى ضوء الشمس I see the light of the sun Je vois la lumière du soleil لنأخذ جملة أوسع تبدأ بي إنكاسة وهو اسم مجرور في حالة أبلاتيفوس نظر لمجيه بعد حرف جر إن وسنضيف إليه أميكي وهو جمع كلمة أميكوس وهي كلمة من المجموعة الثانية فتصبح في حالة المضاف إليه جينيتيبوس إنكاسة أميكوروم لكن المعنى لم يكتمل لذا سأضيف إلى المضاف إليه مضاف إليه ثاني جينيتيبوس آخر وهو كلمة أغريكولا وهي كلمة مفردة من المجموعة الأولى وستصبح جملة إنكاسة أميكوروم أغريكولاي في منزل أصدقاء المزارع والفعل سوموس من فعل الكينونة الس فتصبح الجملة نحن في منزل أصدقاء المزارع نحن في منزل أصدقاء المزارع نو سوم دون الميزون دون زمي دون فرمي إذن في هذه الجملة لدينا حالة جينيتيبوس أو مضاف إليه في المرة الأولى سبقه أبلتيبوس وفي المرة الثانية سبقه جينيتيبوس من نفس الحالة ونستعمل جينيتيبوس للدلالة على جزء من كل أو على عضو في مجموعة Part of the whole Member of the group Parti dans tout Member dans le groupe والكلمات التي نستعملها غالبا قبل الاسم في حالة جينيتيبوس في هذه الحالة هي Parts جزء من Plus أكثر من Minor أصغر من Major أكبر من Manus مجموعة من Nemo عضو في Milia آلاف من Turba حشد من بعد أن شرحنا الأمثلة السابقة ستصبح الأمثلة اللاحقة سهلة الفهم بالنسبة لك ومن هذه الأمثلة Parts Fabulai جزء من القصة Part of the story Une partie de l'histoire Plus Pecuniai المزيد من المال More of money Plus d'argent Turba نوتاروم حشدون من البحارة A crowd of sailors Une foule de magas Milia pasوم آلاف الخطوات Thousands of peces Des milliers de pains Minor سوروم أصغر الأخوات The younger of the sisters La plus jeune Des soeurs الاستعمال التالي مع ما نسميه بالعربية النسبة وهو نوع خاص من الصفات في اللاتينية وستلاحظ أنه يلحق حرف German في اللغة العربية Predicate genitive Genitive of characteristics Predicate genitive Genitive de characteristics ومن الأمثلة عليه Nautai est navigare Al-بحar هو من عمل البحارة أي هو صفة من صفات البحارة To sail is of a sailor Navigae est celui Dans un marin Pugnare Non est Puerre Room Al-quital Laysa Minchiam Il-aulad It's not of boys To fight Ce n'est pas Au garçon De se battre Stulti Est Impudenter Loki Min al-chumq At-taqallon Bila Khajal To speak Shamlessly Is of a fool Parler Sans vergony Et un Ambecile L'istعمال التالي مع عدد من الصفات Genitive with adjectives Genitive Avec adjectives في هذه القائمة لدينا الصفات في حالة المذكر والمؤنث والمحايد Planus مليء بي Experts خالي من أو حر من Avidus راغب في أو جشع في Cupidus راغب في أو حريص على Memor مهتم بي Peritos ماهر بي Potence قادر على أو مسؤول عن ومن With Verbs Genitive يشعر بالقرف أو بالألم أو يحزن وغيرها من الأفعال ومن الأمثلة عليها لم تنسى ابنتها الاستعمال الثالث إذا أعطينا معنى الجودة في الشيء أو الشخص أو وصفناه بصفات محببة جنيتف ديسکرپشن أو ديسکرپشن أو ديسکرپشن أو ديسکرپشن أو ديسکرپشن أو ديسکرپشن أو ديسکربيت من الأمثلة عليها فير مغنای فير توتة رجول دو شجاعة كابيرة أمن الوغرية كاريج أمن الوغران كوراج پولا تنتاي ساپين تياي فتا بيهادي الحكما وستلاحظ أن في هذه الأمثلة في بعض الأحيان استعملتوا صفات والصفات في اللغة اللاتينية تتبع الموصوف في حركة إعرابه وكذلك أدوات الإشارة تتبع اسم الإشارة في حركة إعرابه مثل المثال الأخير أيوس الاستعمال الأخير لجينتيفوس حيث يأتي كبديل عن المفهول به أو بديل عن الفعل Objective Genitive Subjective Genitive Genitive Objective Genitive Subjective لشرح الفكرة يجب أن نبدأ بجملة تحوي فاعل ومفهول به لنأخذ جملة Pueri Nautam Teement Pueri جمع كلمة Puer الأولاد وهي في حالة Nominativus فاعل Nautam وهي من كلمة Nauta وهي في حالة Ecosativus مفهول به وتيمنت هو تصريف الفعل في حالة الجميع لأنها جاءت مع Pueri الفاعل من الفعل تيميري الأولاد يخافون البحار The boys fear the sailor Les garçons en peur du marin بدل أن أستعمل الفعل يخافون سأستعمل الاسم منه وهو الخوف وسأضيفه إلى Genitiveus Timur Nautai الخوف من البحار Fear of the sailor Peur du marin يعني أن سبب خوف الأولاد هو البحر وهنا Genitiveus حل محل المفهول به ونعرف ذلك من الكلمة الثانية Nautai التي كانت في المثال السابق مفهول به أما لو قلنا Timur Pueri Ruum خوف الأولاد Fear of the boys Peur des garçons فيفهم المستمع أنني أتكلم عن الخوف الناتج عن الشخص الذي يخاف وهم الأولاد أي الفاعل في الجملة الأولى إذن هنا تحل محل الفاعل GRACIAS MULTAS VALETE وليس